ما هو برضه ما كانش يفع يغير ميسي يعني فحد عايز يكسب فيطلع ميسي يعني والله ورخصت يا تفاح ميسي بقى يتبدل يا مساء الفل عليكم شالا بوكا يحييكم ومرة تانية نشوف مع بعض ابرز الترندات واسخن التويتات يلا بينا اول تويتة معانا من حساب انيا الافندي وصور لطالبان في ملاهي وعوامات وبتقولك ما الهدف من نشر هذه الصور برأيهم مع سبعة الفل ستعانية يعني مدانية عطحة زي الشمس بيعملوا كل ده علشان يورروا للناس قديهم مكيوت وابرياء واساسين بخلص وبيعملاش حاجة بحشة وان اللي كانوا بيعملوه في الناس ده كان مجرد عقد طفولة بيطلعوا على الناس وايزي ايزي عزيزي يعني عد الموضوع تاني تويتة معانا النهاردة اسي دي من حساب مجلة هي بتقولك ونظرا للدور الذي يفعله الفريق للمجتمع وتأثيره تم دعوتهم لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دوراتي الستة والسبعين حيث سيلكونا خطاب باسم الشباب اليوم هاشتاج بيتي ايز ما شاء الله ما شاء الله هو ده الشباب الي شرك عرفوا في سنهم الصغير ده وبفنهم يجذبوا الشباب من كل انحاء العالم ويكونوا قدوة لللي في سنهم ووصلوا كمان للأمم المتحدة مش هنا يقولك حنجرة وكصبرة وشبت وبقدونس يا عمونا لو قلتلك قبل كده الفرق شاسع واسع فاسع ما صدقتنيش التويتر اللي بعدها سيدي من حساب العين الرياضية بتقولك أولى أزماته في باريس ميسي يحرج مدربه أمام الكاميرا فهو برضه ما كان شفع يغير ميسي يعني فحد عايز يكسب فيطلع ميسي يعني والله ورخصت يا تفاح ميسي بقى يتبدل التويتر اللي بعدها سيدي من العين الإخبارية بتقولك عمليات التجميل تستهوي الرجال في الصين الله يا جماعة الوحدة اختار معاكم ومش عارف يقولكم ايه مهما تعمله ومهما تجمله وربنا ما بعرفكم البعض ودي كمان تويتر من صحيفة الرؤية بتقولك دعوة بمليون دولار ضد معلمة قصة شعر طالبة الناس دي مش بتضيع اي فرصة خالق إلا ويجيبوا منع مصلحة لا وكمان ايه احترامت الله ده احنا عندنا بنهزقه ونعلقه ونشتمه ونضربه ولو رجل يتكلمه هو هياخد رفدي دلوقت تويتر اللي بعدها سيدي من الشروق نيوز بتقولك تفاصيل خطوب الطفلاء الحامدية طفلين خمستاشر سنة قروا الفتح على بعض يا عمو انت لقيت الكبارة عارفين يتجوزه لما رايح تجوز لي العيال يا عمي كفاة بقى الحنونة تويتر اللي بعدها سيدي من حساب المصر اليوم بتقولك مرتضى منصور ينطقت فتوى احمد كريمة سأرد على الاتهامات الموجهة لي بالمستندات عش من شافك يا ضادة انت رجعت من امتى يا راجل؟ لأ ورجع كامل ايه بسيدياتك وملفاتك وحاجاتك حمد الله ع السلامة يا راجل ودي اخر تويتر معاني النهاردة من حساب صدى البلد بتقولك شجاعة من نوع خاص طفل عربية ذاتها ثلاث سنوات تروض دباع وزئاب مفترسة يا جماعة اللي انا بسمعه ده يا جماعة دباع ايه وزئاب ايه يا جماعة يا طفولة تحولت لي عن زمان دي اكبر لعبة كانت بتلعبها البناتين يا باربي ايه اللي حصل؟ ودي كانت ابرز الترندات واسخن التويتات اشوفكم في حلقة تانية واترندي تاني اسخن ميلا ولاني السلام